التفاؤل المنتشر عبر العالم بقرب نهاية جائحة كورونا وتوافر لقاحة مختلفة تقضي على الفيروس زادته دراسات تتحدث عن مناعة طويلة نسبياً قد يكتسبها جسم الإنسان ضد الفيروس دراسة مشتركة لعدد من الجامعات أكدت أن الجسم بمقدوره اكتساب مناعة من الفيروس لأشهر على الأقل بل وقد تمتد لسنوات وهو ما يخالف الدراسات السابقة التي تحدثت عن اختفاء الأجسام المضادة للفيروس لدى من تم شفاؤهم في فترة قصيرة جداً بحثون من جامعات ومعاهد لاجول لعلم المناعة جامعة كاليفورنيا وسان دييغو وكلية إيكان للطب حللوا أجزاء متعددة من ذاكرة جهاز المناعة كالأجسام المضادة والخلايا اللنفاوية كما حللوا عينات الدم التي تم جمعها من أماكن مختلفة وجمع بعضها بعد أكثر من ستة أشهر على ظهور كورونا العلماء اكتشفوا وجوداً دائماً للأجسام المضادة ووجدوا خلايا الذاكرة المناعية بي في جميع الأشخاص موضوع الدراسة ورصدوا زيادة في عددها مع مرور الوقت الدراسة شملت 185 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 19 و81 عاماً تعافوا من الفيروس وعانى معظمهم من أعراض خفيفة فقط